بعد إخفاق الاتفاق الأوروبي على تسقيف سعر النفط الروسي سيد أوليانوف هل ما زلت ترجح أن أوروبا ستعيش بدون نفط روسي؟ في الواقع هناك حظر النفط الموجود وقد توقفوا عن شراء النفط الروسي منذ الخامس من ديسمبر منذ قبل الأمس وسنرى ما سيحدث فيما يخص الموقف الروسي فهم ليسوا مستعدون لقبول قرارات السوق ولن نمد النفط لهذه الدول التي تدعم فجوة السعر والأوروبيون يتقدون وليس فقط الأوروبيون ولكن الغرب يتقدون أو يجرون إجراءات غريبة والعقوبات ليست لها فاعلية فيما يخص روسيا ولنتحدث عن روسيا أولاً الروبيل هو العملة الأكثر استقراراً على مستوى العالم ومعدل استبدال الروبيل لم يتغير منذ إبريل وفي عام 2022 مستوى الدين الروسي الأجنبي انخفض بربع المستوى ونوصل الحصول على استعداد كبير لبيع النفط والغاز مع الأسعار المرتفعة لذلك الاقتصاد الروسي قد أظهر استعداده لأن يقاوم العقوبات وليس فقط بسبب العقوبات وفي بعض المجالات نحرز تقدم ملحوظ نتيجة العقوبات في المجال الزراعية روسيا أصبحت الأولى في تصدير الحبوب على مستوى العالم وهذا العام حصدنا عدد كبير والعام المقبل سنة ثم كان من تصدير تصدير 15 مليون من الحبوب للعالم لذلك يمكن أن نفهم هل روسيا ستذهب باتجاه وقف تصدير النفط إلى الدول الأوروبية في حال تم اتخاذ القرار فعلا بالإجماع على تسقيف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا قلت لك لن يبيع النفط لن نبيع النفط لأوروبا أو أن نبيع النفط للدول غير الأوروبية لدعم الفجوة الأسعار أو صقف الأسعار تمام في نقطة مهمة أيضا لذلك الإجابة صعبة نعم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر